نهاردة محكمة جنايات السويس أصدرت حكمها بمعاقبة القادي السابق بالسجن المؤبد والسجن عشر سنوات لفتاة ومتهم آخر لحيازتهم الحشيش في القضية اللي اتحاكم فيها هذا القادي بتهمة نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة في عربيته في نفق الشهيد أحمد حمدي أثناء سفره على طريق السويس بعد صدور الحكم حاجة بقى من كواليس الجلسة المتهم الثالث في القضية اللي هو سواء القادي السابق انفعل عليه واعتدى عليه بالضرب وطبعا هو المتهم الثالث ده محكم عليه بعشر سنين فطبعا قعد يقول يعني مستقبلي ضاع ومستقبل عيالي وانفعل على المتهم الأول بالشكل اللي بقوله لحضرتكم